وصفت المستشارة الألمانية أنجلا ماريكل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بالأمر المقلق مشيرة إلى أنه من الممكن السيطرة عليه قالت ماريكل أنه لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التيسير على قيود كورونا في الوقت الحالي لافتة إلى أن هذا ينطبق أيضا على مباريات كرة القدم هذا ومن المقرر عقد لقاء بين رؤساء وزراء الولايات الألمانية الأسبوع المقبل حول القواعد غير المتصقة للتعامل مع الوباء وكيفية مواجهته لمزيد من النقاش نضم إلينا عبر الهاتف من برلين أستاذ أحمد السيد الكاتب الصحفي مرحبا بك أستاذ أحمد معنا في هذا النقاش هل هي معضلة التي تقع فيها ألمانيا وكذلك معظم الدول الأوروبية التي تشهد ارتفاعات كبيرة في أعداد الإصابات من ناحية الإصابات تتزايد والأعداد تتزايد من ناحية أخرى كما تقول ميركل لا تستطيع تخفيف القيود أكثر من ذلك ما الحل؟ أنا وسأل بك يا باندي والله كلام حضرتك مصبوط 100% يعني نحن عايشين هنا بقوف بأمانة ولكن طبعا للوقت من شواء من حوالي تقريبا نص ساعة وزير الصحة الألمانية مع ده مشكلة أنت قلتها في تخصيح حضرتك إن مشكلة ولايات ونظام فدرالي فكل داخل في بعضه يعني مثلا برلين بتقول لا الجماعة اللي بيعملوا أجازة دول وبيروح تفسعوا وهي دفاع حق البحث على حسابهم ده يقول لك لا ببلاش فداخلين في بعضين مثلا حضرتك قلت في التقرير فطبعا نتمنى أن المستشارة فعلا تصل إلى اتفاق بالنسبة للفحصات أنها تكون مفتوحة لأي حد يسافد في العالم يسافد ويرجع يبحث ببلاش ما فيش مشكلة ده لحنده مرض يوقف في البيت ما هو خلاص كل الدول كلها متأثرها فالناس هتقعد هنا هتتحبس زي ما قالت ماركل ما تقدرش تشد عليهم ده واحدة الواحدة التانية وفعلا في الوقت لجنة يعني فيها هتبقى من رؤساء الوزارات والحكومات الولايات الألمانية وأنا أعتقد هتعقد خلال يومين مرة تانية أخرى أولا لاتخاذ كرارات نهاية لأن ماركل فعلا المستشارة الألمانية فعلا سيطرت على الموقف في أول الكورونا ما كان في أولها في مارس فطبعا كان لها دور كبير فالوقتي فعلا كما قلت الأعداب بترتفع وعدت النسبة الواحد في المية طبعا في ألمانيا هم عاوزيني أكون أقل من نسبة واحد في المية فالوقتي هو أهم حاجة فالوقتي عاوزيني يروح في المدارس والأطفال أهم حاجة دول كلهم لازم يفحصوا بدون استثناء لأن دي موضوع مهم جدا بالنسبة لألمانيا حتى تعلن يسيطروا على الموقف من بداية أزمة كورونا في ألمانيا أستاذ أحمد وكان متروك للولايات حرية التصرف على الأقل بعد مرور الفترة العصيبة الأولى كأول شهرين ترك للولايات حرية التصرف إلى حد ما في حدود فتح الإغلاق والتخفيف من قيود كورونا الآن أصبح هذا الموقف يتصف بعدم الاتصاق بين الولايات فما هي محددات هذه الإجراءات هل سيتابع الجميع إجراءات محددة تأتي من المستشارية الألمانية أم ما زال الموقف مفتوح بحرية للولايات لا نقطة رغيرة هو ده موقف مفتوح من نحر كونيل للولايات ما فيش هنا تسيطر ولكن المستشارة دبلوماسية كبيرة جدا يعني أنا بقوله بحاجة شخصية هي تلعب دور كبيري جليل أن تلمهم تاني مع بعض كده لأن أولا ما تنسيش أن ألمانيا خلال 13 شهر فيه انتخابات جديدة ومستشار جديد وكذا فكل عاوز يظهر بمظهر وفيه الحزب المسيح الديمقراطي ده هي ماركت سابت رحسيته فيه طبعا في ديسمبر لهم طبعا انتخابات في شتوكجار وكل واحد عاوز يظهر بمظهر مثلا وزير الصحة عاوز يظهر بمظهر أن هو يترشح والإنسان يترشح على رئيس الحزب وهو مرشح للمستشارين فطبعا أعرجي على النقطة المهمة الصحة هذه طبعا أعتقد أنها مش هتتركوا الأمر لأن هنا فيه مقعد روبط يعني بيلعب دور كبير جدا وعمل دوقتي بلان كبير أو خطة كبيرة جدا في لما هذا الوضوح والمشكلة دخلت في بعضها بسبب الجماعة اللي هم راحوا عامل أجازات يعني ومش كل الأعمال راحوا عامل أجازات لا ده نسبة قليلة جدا جدا دعا وصلت لحتى 25 ألف 30 ألف وما زال فيه نجرة سافر النهاردة وبكرة يعني ما فيش مشاكل ولكن المفروض أن هم يعملون الملفحص ببلاش يعني مثلا في مطار برلين النهاردة الصبح حصل مشكلة كبيرة واحد كان قاعد برا في الخارج بقاله فترة سويلة وقالوا له لا أنت مش راح أجاز أنت بقى لك كذا الشهر برا يعني بقاله ست شهر سبع يو أنت تفحق الفحص قال لا وشتم روحوا ماشيين طبعا الشارتين المستشفى اللي هي مختصة بيطوعه في الفحص مشوا وسابوا للمطار نهاردة الصبح وما بدون فحص وطبعا هم صدروا قرار بأن حتى الواحد لما يبحث يقعد في البيت عبر ما هي نتيجة الفحص لأن عرفتي طبعا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أساس أحمد السيد الكاتب الصحفي حدثتنا من برلين